أن تنفرط التحالفات وتتشذى الكتل أمر يبدو بديهياً في أي مشهد سياسي معقد لكن أن يتجمع المتصارعون ويتشرذم الحلثاء بعوامر خارجية فهذا أمر غير مألوف في سياسة الدول ائتلاف الأعباد القصير الأجل مع ميليشيا الحشد أخذ حيزاً من الجدل السياسي والمناكفات المتبادلة بين اتهام بإيواء فاسدين وتخمة الائتلافات بالمرشحين مما يعيق فوز تلك القوائم بأعداد مناسبة لفرض الأغلبية النيابية لكن بمرور الوقت تتكشف الأسباب الحقيقية وكالة الأسوشيات دي بريس كشفت في تقرير لها عن وقوف الجنرال الإيراني قاسم سليماني وراء انهيار تحالف الأعباد والعامري بعد طلب بصيغة أمر وجهه سليماني للعامري بالانسحاب من ائتلاف رئيس الحكومة لتفتح صفحة أخرى وتتكشف خيوط يحاول بعض الساسة تملص منها عبثاً فبنظر البعض هنا طهران تنسج تحالفات وتنكث أخرى وبالتصرف سليماني شخصياً الموصف وجوده استشارياً وتلك الجملة هي بحد ذاتها يراها آخرون جملة مواربة لنفوذ إيران في العراق قرار سليمان الذي يبدو أنه جاء لترتيب صفوف ما قبل الانتخابات أكثر من كونه انقسام تحالفات تراه الوكالة قراراً تكميرياً لسعي إيران لتثبيت حلفائها سياسياً بعد تثبيتهم على الأرض بقوة عسكرية مثلت عند البعض نموذجاً للحرس الثوري الإيراني ولعل ما يؤكد ذلك ما أوردته شبكة ABC الأمريكية من أن التحالف الأكثر حظوظاً لتشكيل الحكومة القادمة هو تحالف الفتح بقيادة العامري ذاته وهو ما أكده النائب أحمد الأسدي بإمكانية تحقيق غالبية سياسية للحصول على منصب رئيس الوزراء بدلاً عن مرشحي حزب الدعوة وبين مرشحي حزب الدعوة ومرشحي ميليشيا الحشد لا يرى الكثير من العراقيين فرقاً كبيراً بينهم لكنهم يرون بالتأكيد أن يد إيران في العراق تخطط منطقة التصويب أو الترشيد إلى واقع العزل والتنصيب